موسيقى صباح الخير وأهلا بكم إلى كلام بيروت الإطلالتان الخليجية والدولية لرئيس الجمهورية العماد عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تصدرت صحف بيروت مع تصاعد الحماوة في المشهد الانتخابي هذان العنوانان مع غيرهما من العنوين المالية والبيئية والإقليمية سأتابعها مع ضيفي النائب الأستاذ أمل أبو زيد عضو كتلة التغيير والإصلاح عن منطقة جزين صباح الخير أستاذ أمل أهلا وسهلا بكم عندما نقول أمل أبو زيد وجزين يعني أكيد العنوان الانتخابي هو العنوان الأبرز بهذه الحلقة ولكن دعنا نبدأ بكاريكاتور عن الحراك الخارجي كمان لكل من الرئيس عون ورئيس الحريري من خلال كاريكاتور حسن بلايبن بجريدة الديلي ستار حيث رسم الرئيس الحريري صاعد على مزلاج نحو قمة دافوس السويسرية تحت ثلوج العواصف الإقليمية والاقتصادية حيث أيضا يلاقي حراك الرئيس عون يلي مبارح اختتم زيارته للكويت ونجاح هذه الزيارة من حيث الشكل أو من حيث المضمون أديش الرئيس الحريري والرئيس عون أيضا تح يقدروا ينجحوا بالوصول إلى ما يصبون إليه بظل العواصف الإقليمية والدولية المحيطة قبل كل شي صباح الخير مرة تاني إليكم للمشاهدين أنه هي أول مرة أنا بطلع على تلفزيون مستقبلة بشكركم على هذه الدعوة بالنسبة للسؤال لحضرتك سألتي بدون شك لك في مرحلة إلى عمره سنة سنة وشوي نحنا بالبنى مرأنا فيها من تاريخ انتخاب فخامة رئيس الجمهورية العماد عون وتشكيل الحكومة برئيسة الرئيس الحريري في شي جديد صار بالمصار التعاون بين رئيسة الجمهورية ورئيسة الحكومة أنه السلطة التنفيذية لازم تكون عم تتعاطى مع بعضها بهارموني يعني بتنسيق لأنه لبنان بتصور بعد فترة السنوات اللي نقول لي اللي مرأنا فيها يعني مرأنا بمشاكل كتير مرأنا بصعوبات بالظرف الإقليم اللي احنا فيه لازم نطلع إلى مكان آخر إلى مرحلة أخرى مرحلة هي تقدر يعني يكون في عنا نوع من تعاون مشترك تنقدر نرجع لبنان إلى الساحة السياسية وصوصي الإقليمية والدولية لأنه لبنان عانى كتير بالفترة الماضية ضروري يكون في عنا انفتاح الرئيس الحريري عم بقوم فيه على الصعيد الأوروبي والصعيد الدولي كمان طبعا مع رئيسة الجمهورية بخلال زيارات الأنفية لفرنسا لروما حتى للفاتيكان وأخيرا الآن بزيارته لأمامناك العربية السعودية منتدى دافوس كتير مهم طلت لبنان على من خلال دولة الرئيس الحريري جيدة لأنه فيه مجموعة اقتصادية وسياسية كتير كبيرة بتشارك دافوس لازم يكون فيه الآن عكاية التواصل معهم ضروري أطعنا نحنا فترة لأنه والتواصل مع العالم العربية أساسية مع الدول الخليجية الأساسية هذا بعدنا الجغرافي لأننا نحنا والستراتيجي لازم لبنان يكون فيه عنده علاقات مع الدول العربية وكلنا نعرف أن الكويت ولبنان عنا علاقات ممتازة يعني الكويت أولا فيه علاقة شخصية بين الرئيس الجمهورية والأمير لما كان وزير خارجي بالزمان لما راح لخنب الرئيس على مؤتمر تونس بأثناء الأحداث الأديمة بينه لما كان رئيس حكومي فيه علاقة أديمة دولة الكويت مع الكويتين ولبنان عندهم علاقة كمان ممتازية جيدة وفيه على طول دعم اقتصادي كان من خلال صندوق الكويت للتنمية للبنان إن شاء الله نتيجة هذه الزيارات كلها كون فيه انعكاس إيجابي على الصعيد الأنماء الاقتصادي عنا بالبلد أداش رئيس الحريري خلال وجوده بدافوس جدد التمسك بسياسة النائب النفس يلي التزمت فيها الحكومة اللبنانية واعتبر إنه هالأمر وحده يفيد لبنان أداش رح يقدر لبنان يضل متمسك بهالسياسة كل ما تقدمنا أكتر محليا بالقصة الانتخابات وأقليميا بما يحكى عن حلول وخرائق جديدة في المنطقة لكن لبنان موقع الجغرافي قد ما تحاول تنقب النفس بيضال في عندك ارتدادات على كل شي بيصير بالمنطقة المحيطة فينا عندها ارتدادات على لبنان ولكن نحنا من واجبنا شي الاتفاق اللي صار بمدس الوزراء لما رجع دولة الرئيس الحريري عن استئالته النائب النفس نحنا ما بدنا نتدخل بأي معايا دولي بشؤولنا الداخلية ونطلب نحنا أنه هالدول إن كانت شئية أو صديقة أنه كمان ما تتدخل بشؤولنا قادر لبنان ينقى بنفسه عن الصراعات عن التدخلات لأنه هذا هدف أساسي اللي قالنا نحنا بلبنان ما فينا نضل يعني نقول نحنا ما ناخد هذا المعسكر أو هذا المعسكر الاتفاق الداخلي اللي أمن الاستقرار اللي هالاستقرار اللي من خلاله قدرنا نحنا عملنا رئاسة جمهورية وهالأحكومة عم تشتغيل هذا الاستقرار مطلب محلي ومطلب إقليمي ومطلب دولي ما أنا نحافظ عليه كيف تحافظ عليه أنه تنقي بنفسك أنت ضمن الأصول اللي بتتبع حسب أولا مع العالم العربي حسب نص الجامعة العربية في البند اللي نحنا ما نمتدخل بشؤون بعضنا مع الدول الأخرى كمان بترك واحد مسافة لقاله من ضمن استقليطه هي لازم نكون عنده إياها ما في خوف على النائب النفس بذول بكرة تصاعد الحملات الانتخابية ما بتصور لكن تصاعد الحملات الانتخابية ما ممكن يكون شعار لاستقطاب الناخبين بهالجهة أو تلك لكن اللبنانيين إجمالنا بتعرفين كلنا نحن نعرف بعضنا أنه لبنان مثل ما قلت قبل شوي ما فيه يكون بعيد يعني فيه بعض ارتديدات بعض التدخلات ولكن تدخلات اللي بتصب لمصلح الطرف ضد طرف ما الأطرف كلها عنده إمكانية أن تتدخل مش بس طرف واحد مثل ما بقوله إيران والمملكة العربية السعودية كمان فيه دول غيرة إذا فتح لهم المجال نحن بيدنا أنه ما نفتح لهم المجال خلينا ننقل للعنوان الانتخابي ونشوف كاريكاتور لغانم بجريد الجمهورية تحت عنوان تحضيرات انتخابية رسم مواطن عم بيحفر ويخرج من القبر لفافات خلافي دفاتر ستة غيرت الدين الطائر الـ 75 يعني هلأ علينا أن نتركب كل أنواع الشعارات بهالمعارك الانتخابية لهكي بس يكون في معركة انتخابية فيه كتير شعارات بدأت انطرح يعني كل طرف لأنه يروح المعركة الانتخابية بدو يربح بدو يستعمل الأسلحة أي سلحة تستعمل ضمن نطاء المنطق نطاء اللعبة الديمقراطية ما يتجاوز الحدود اللي هي ممكن تشكل خطر على اللحمة الاجتماعية وحتى ما تشكل توتر قبل الانتخابات ويكون فيه شيء مسببات لألو بالشارع هذه مشروع لأنه شوف في كل الانتخابات بتصير بكل بلدان العالم لحزاب حتى بالدول الديمقراطية المتقدمة يستخدموا جميع أنواع الأسلحة هلأ بلبنان بهاي المعركة أي هو السلاح الأقوى؟ بدك رأيي الشخصي عند الناس أنا لأننا عم ننتخب نحن على نسبية وعم ننتخب على صوت تفضيلي السلاح الأقوى أنه نحن نقدر نخلي الناس تروح تصوت ما نخوف العالم ما تروح تصوت رفع نسبة الاختراع هذا شيء أساسي لأنه النظام الجديد اللي يعتمد في البنان أنون الانتخاب الجديد يعني بيفصح المجال لمكونات سياسية أولا تكون إلى تمثيل بالماليس نيابي للأديم وبيفصح مجال حتى للمواطم المواطم بالمواطم ما كان يروح بشكل كتير بنسب كبير يروح يصوت لأنه يعتبر كانوا أنه هالليحة اللي جاي جاي طالعة وطالعة هلأ لأ صوته في إلوه دور كتير مهم بإيصال الشخص اللي هو ممكن بيطمح أنه يكون بالماليس نيابي هالأنون هو اللي عم بخلي العالم واللبنانيين يقولوا أنه معركة جزين هي أم المعارك سيما إذا بدنا ننظر للخلاف والتباين بين الرئيسين عون وبرى على قصة مرسوم الترقيات وكل ما عاشته جزين من 2005 حتى اليوم بين الرجلين أنا برأي أم المعارك وين ما كان ليش بس بجزين بجزين في عنا معركة حامية لأنه فيه إلى كذا بعد يعني أكيد خصوصيتها خصوصيتها أنه فيه فيه مرشح ل يعني لدولة الرئيس بر اسمه صديقنا الأستاذ إبراهيم عزار يعني هو مرشح الرئيس بر ومرشح حركة أمال وفيه الطيار الوطن الحور كمان فيه عنده مرشحين بده يكون فيه على الأقل تنافس انتخابي محموم أنا بدي سميها هيك لأنه نحن قالنا مصلحة نربح وانا نشتغل طينا نربح وكمان استاذ إبراهيم عزار بده يشتغل مع حلفاء وكمان حتى يربح بقى المسافة موجودة والمساحة موجودة حتى نحن نتخصم مع بعضنا بالسياسة مننا أشكالية بالنهاية الناس يبهي بتقرر لأنه اليوم في حكي استاذ أمال عن معادلة جديدة عن خذلان حزب الله لعون انتخابيا في جزين وسط سعي الرئيس بري للانتقام بتقول بولا أسطيح أنه هالدائرة اللي حدثتك مرشح عنها هي ستشهد معركة تتخذ طابع تصفير الحسابات بين الرئيسين عون وبرري والحزب يعني كل الناس عم تطلع وين بده يكون يعني بأي دوائر ومصادر قريبة من 8 أدار بتقول أنه الحزب حسن موقفه لجهة عدم إعطاء أصواته لأي لائحة تضم طيار المستقبل حتى لو كان الطيار الوطني الحر هو المشارك بهذه اللائحة وأضافت هالمصادر هالموقف يأتي ردا على موقف المستقبل بهالمجال حين كان سباقا برفض أي تحالفات انتخابية يعني ما بتنحسدوا على موقفكم لا ما بنحسد بس أنا ببني على الشيء لما بيطلع بيان رسمي من حزب الله يقولون أنا حزب الله أخذ هذا القرار طب بس يقول الرئيس بر مبارح نعم يلي معنا رح إلا بحال فيه بد بيحكي مع حزب الله ما بيحكي معي أول عكس صحيح صح قال رسالة هيك كتب شرل أيوب لمن يجب أن يفهمها عليه يفهمها من يريد أن يتحالف معي عليه أن يذهب إلى حزب الله ويتفق معه كي يتحالف معي واللي بده يتحالف مع حزب الله عليه أن يأتي لعندي كي يتفق عندي حزب الله وأمل جسم موحدة هون الياء المتكلم للرئيس بر ري صحيح فإذا هذا موقف دولة الرئيس بر ري نقل عنه مبارح باجتماع نهار الأربع اللي بيعملوا مع الزملاء النباب نعم هذا موقف هو ممكن يكون صحيح صادر عنه ولكن بنفس الوقت اللي فين اللي كان أنه نحنا يعني فيه خصوصية لكل منطقة لكل دائرة انتخابية التحالفات أو التفاهمات السياسية تركب على بناء علىها لأنه ممكن تكون أنت مثلا بها المكان عندك خلاف ممكن يكون بمكان آخر فيه عندك اتفاق يعني بعد مواضيع نهائية فيما يتعلق بالانتخابات النيابية على مسيحة الوطن ما تظهر بشكل نهائي نعم ولكن فيه موقف معلن لطيار المستقبل أنه هو ما بيسوت لحزنه رد عليه بالمثل مزبوط بحسب الأجواء صحيح هذا شيء صحيح وين بد يكون بهالحال لكن انت ما تنسي في عندك نسبي وعندك صوت تفضيلي نعم يعني الصوت التفضيلي ممكن يكون لصالح المرشحين طبعا التغير البطن الحر يعني انت لو لو استفادت منه اللايحة كلايحة بس انت عم تفضلي مرشح التغير البطن الحر بقضاء جزين يعني في عندهم الإمكانية هذا شيء يقدروا يطبقوا أو ما يصوتوا الورق البيضة منت سويت أو يصوتوا للليحة ما يصوتوا تفضيلي اذا عم نحكي نحنا كموقف شيعي كموقف حركة أمل حتما بدت تصوت لأستاذ إبراهيم عزار حزب الله بسبب علاقته مع مع التيار الوطن الحر ممكن نقول لك أنا والله ما بدي اخلق مشكل أنا والتيار الوطن الحر بترك الحر بي تصوت للليحة ما بصوت للتفضيلي تفرق العملية تصوت لأي ليحة ليحة اللي فيها دكتور أسامة سعد وإبراهيم عزار ممكن يكون المخرج ممكن يكون هذا أحد المخرج واحد يحكي فيها بلاش عملك بعدنا لتاريخ اليوم هذا الموضوع ما نبحث بشكل جديد قبل اتفاق النهائي على التحالفات السياسية فيما يتعلق بالانتخابات والترشيحات النهائية حتى نحنا عنا من التيار بعد مصادر شي رسمي من المرشحين هنا وما ننوصل خليسوا فيه مرشحين رسميين بالأول بعدين منروح للمرحلة الثانية هي كيف تصيغي التحالفات والتفاهمات الانتخابية الرئيس بره كمان بحسب نفس الصحيفة قرر اعتماد ترشيح الأستاذ إبراهيم عزار واضح والانتخابات عام 2018 إذن قرر اعتماده مرشح ويحصل على دعم حركة أمل وحلفاءة بدائرة جزين هذا صحيح هذا أمر معروف منه جديد هو أعلن ترشيحه للأستاذ إبراهيم عزار من قبل الرئيس بره نحنا بعدنا كطيار وطني حر نعم بعد مصر في إعلان الرسمي ولا لأي مرشح بشكل كامل يعني عم بحكي كلويح نحنا أو مرشحين رسميين معتمل ما بيمنع بيجزين مقعد المرونية حسن مقعد المرونية ومقعد الكاتوليكي زياد أسود وأمل أبو زاد مقعد الكاتوليكي بعد التاريخ اليوم منه واضح من الشخص اللي بدي يكون استاذ زياد أسود تضبطت علقته مع استاذ جبران بسير رئيس طيار أساسا ما كان في مشكلة كتير جوهري كان في تباين ما فينا نخبي هذا الشي بتصبر أنه مؤخرا يعني صار في جلسة مصارحة كتير مهمة وأساسية وتم يضح كل التفاصيل يعني ما ممكن مثل ما هيك عم بين حكى بالكواليس أنه يكون في مرشح ثالث ماروني كان في فكرة أنه يكون في مرشح ثالث ماروني كان هالفكرة موجودة ولكن في آلية حزبية اعتمدت نعم الآلية الحزبية لأعتمدت يعني أنتجت مرشحين محتمل هني أمل أبو زياد وزياد أسود وإذا بقى موقف حركة أمل وحزب الله استف معهم ما بتخاف تتحول المعرك اللي داخل نفس اللائحة بينك وبينا زياد أسود لا رح قللك للحصول يعني على الصوت التفضيل رح قللك عمليا هايدي المنافسة بدأتصير ضمن كل لائحة مش بس عنا يعني مع معركتكم دوبل معركتنا دوبل شي طبيعي ولكن نحن ما تنسي نحن نتبع لحزب الحزب في عنده أصوات ومأيدين وبيعرف كيف يوزع وبعدين في عندك أمور تانية بتتعلق بعلاقاتك الشخصية مع الناس يعني بالنهاية هايدي معركة انتخابية لزتها إنه ما حدا يعرف نتيجها مسبقا إن الناس بدأت تروح تصوت بأناعاتها الكاملة وعلى المرشحين إنه قوموا وبيجيب ونكامل تجيها تجيها الناس خلينا ناخد بريك بعد مباشرة منرجع لانتابع يلا نعود لمتابعة هذه الحلقة مع الأستاذ أمل أبو زيد عضو كتلة التغيير والإصلاح عن مدينة جزين أيضا وأيضا أستاذ أمل اليوم بالصحف تقريبا فيه مثل قاسم مشترك يتحدث عن تغيير قواعد اللعبة الانتخابية انطلاعا يمكن من موقف رئيس بري الذي بحسب مثلا اللواء يهز تفاهم حزب الله وعون الانتخابي أما حسن علاء بجريدة الأخبار بينقول عن مصادر بثماني أدار إنه أول هدف لفريقة هو تحقيق نتيجة الثلاث بمجلس النواب والهدف الثاني هو إنه لـ 27 مقعد الشيعي يحصل عليها الثناء الشيعي الثلاث بمجلس نواب مش محسوب من ضمنه تغيير والإصلاح ولا تغيير الوطن الحر صحيح ريتا وبيقولوا إنه هالثلاث هو ضماني للطائف لا للمقاومة وحلفائها فحسب عندما يعني تطلع هيك أخبار هل فينا نقول إنه بلشت يعني بلشت الابتعاد بينكم وبين حزب الله ما بدي حتى أنا بهذا الإطار أنا قريبت للاستاذ حسن علاء شو كاتب لكن حتى نكون كتير واضحين نحن بعدنا يعني الطيار الوطن الحر أنا فيني أقول الشي التالي إنه إيده ممدودة لجميع الأطراف السياسية حتى يقدر يعمل معا التفاهمات لأنه كل تفاهم بصير بين طرفين سياسيين باللبنان وخصوصه إذا كانوا أساسيين بالعمل السياسي باللبنان أو بالمكونات السياسية باللبنان هذا بيساعد بيصب المصلحة الوطنية ككل يعني قد ما فينا نحن نكبر إطار الاتفاق والتفاهم بين بعضنا هذا بيكون شي كتير مليئ يعني أنا بفهم أنه الثناء الشيعي عم يشتغل حتى يقدر ياخد المكسب بالكامل فيما يتعلق للمرشعين الشيعة يعني عدد السبعة وعشرين لأنه ما حدا منه أنا عطول بقول الأحزاب منا جمعية خيرية بهمة أنه تكسب وإذا عنده الإمكانية تكسب بالصيغة الديمقراطية هذا التلت إذا مني مضمون لأنك 8 أدار خارج نطاق الطيار الوطن الحر أنه كانوا الطيار الوطن الحر صار بعيد عنه رجع لـ 14 أدار هذا الموضوع أنا برأيي فيه تصويب أساسا أدب تترك هون احتمال لإمكانية التحالف بينكم وبين القوات والمستقبل يعني إذا صارت الأمور بهذا الشكل هل الشي ممكن يفتح باب التحالف مع القوات اللي فيني أكد لك أنا الشي التالي أنه لكن بالمصار السياسي فيه مسارات استراتيجية ومصارات انتخابية نعم لمصالح انتخابية هاي الانتخابات شيء والمصالح استراتيجية أو المواقف استراتيجية شيء آخر لا العماد عون ولا الوزير جبران بس هاي عندهم الرغبية والنية أن يروحوا باتجاهات تتناقض خياراتهم الأساسية اللي هني انتقلوا منها بالمواضيع السياسية هلأ صار فيه شيء مستجد هو العلاقة الاستجدد طيار وطني حر وبين فرحامة الرئيس هيدا هذا المية بالمية ومعروف حتى ببرئة النواية مع القوات الليبنانية في بعض مواضيع ما كانت منتهية ما فيه اتفقي عليها ورس هذا لا يمنع أنه فيه بعض فيه شيء فيك تتكلي عليها تتفقي على الأسس اللي انت قادرة تتجمعيها مع الكل والأمور التانية تتركيها الخلافات ما ما ننظر نركزها يعني ما تشيب يمنع التحالف مع القوات ممكن اي وممكن لا كله لكن أساسا حسب منطقة حسب الخيارات السياسية لكل منطقة والخيارات الانتخابية ولاد المنطقة ولاد المنطقة شو بدون يعني رح قللك ش بدون منطقة اللي حضرتك تنتمي لها بشكل خاص ولادها ماذا يريدون رح قللك فيما يتعلق يا ولاد منطقة جزين الاتفاق اللي صار بين طيار الوطن الحر والقوات لبنانية على الصعيد المسيحي العام ريح الشارع المسيحي لانه معد في اي سبب ما في لزوم تنرجع للفترة الماضي بالمناكفات وبالقتال السياسي اللي حتى راح الى الى امكان اخرى يعني خلينا نحنا نقدر نتعود بين بعضنا نقعد على طاولة نطرح الامور المشاكل كيف منا نعالجها كيف ننقربها شي اللي منتفع عليه منروح عليه يلي ما منتفع عليه منحطه على جرب ما في لزوم نختلف وصير في هذا التباعد عن جديد هذا هالصورة ريحت الشارع عنا واحد يكون منطقيين ممكن تترجم مثلا بإعطاء القوات مقعد الكاتوليك انه يسموا عليه شخص وهيك بيكون في دباج مشترك انا برأي في صعوبة نوصل لهذه المرحلة بمنطقة جزين لسبب واحد انه منطقة جزين بال2009 وال2016 اثبتت انه هي منطقة مرتقلية الهوى اذا فينا يعني ما حدا بيتنازل عن شغلي او قادر يكون عنده اياها لكن الله بالله نتعرف لا بس ما فيه كمان يعني من ورا الوسيقى التفاهم ما بيمنا دعم القوات للرئيس عون فيه أقل أغلى من هاي الشغل لا لا بالعكس ما حدا نكره ابدا هذا الموضوع ما حدا نكره ولا لاحظة من اللحظات نحنا عطول كنا نقول اذا منرجع لهذه الفترة بالماضي انه فيه كان الرئيس عون هو المرشح هو الابشن اي ما فيه عنه اوبشن بي انه احنا اصرارنا على الابشن اي لا وكل الفرقة بعدين يعني مشوا بهذا بهذا الخيار من القوات اللبنانية لطيار المستقبل حتى للاخرين برأي يلي العمل كان شيء مهم جدا على الصعيد الداخل اللبناني انه اجا رئيس جمهورية حقيقة يمثل اكترية مسيحية نحنا ما بنا نضل نحنا نقول انه ما بنا نجيب ناس ما عندهم صفة صفة تمثيلية انت لقى من هون كل حزب بيرغب انه كون في عنده دور بالحياة السياسية بده يجمي عدر لامكان عدر نواب عدر لامكان ضمن اللعبة الديمقراطية السياسية بده تصير من ضمن عم تحكي انت قضاء جزين قضاء جزين اذا احنا فينا نجيب ثلاثة ما نجيب ثلاثة هالأمر ما جوا ما جوا بطنا هالأمر ممكن يكون مربوط بكسروان بالشمال يعني الاخذ والعطى على المقاعد كل شي وارد بالسياسية يعني بتاعتونا هون معتكم كل شي وارد التبادل وارد كل شي وارد امكانياتنا مفتوحة ليش قلتلك بعدنا لتاريخ اليوم الخيارات منا محددين نهائيا لليوم بموضوع متصل ايضا موقع جنوبية بيقول انه حدثك تحظى بحضور وثقة اكبر لدى رئيس الطيار اما العلاقة بين بسيل واسود لم تسوى بشكل كامل فضلا عن ان العلاقة بين النائبين زياد اسود وبهية الحريري فاترة ولكن المصيبة يمكن تجمعهم علاقتك كيف مع طيار المستقبل ومع ستبهية الحريري تحديدا انا فيني ادعي انه علاقة جيدة انا من الاساس يعني من قبل ما كيون نايب حتى انا ونايب كان عندي علاقة جيدة مع طيار المستقبل بمنطقة سيدة مع جميع المكونات فيني اذا بديك حديد وتحديدا طيار المستقبل يعني مع امنادر كان في عندي عندي علاقة وعلاقة جيدة واتصال دايم ولا مرة نقطع حتى بالفترات اللي كان فيه اذا بديك تباعد بالسياسي كنت انا على طول زورة وحكي انا وياه حتى مع مع كمان احمد صديقنا يعني هذا موضوع كتير مهم نحنا منطقة جزين اللي بيقول لك انا هي منطقة جغرافية مثل الجزير يعني محاطة بوابة جنوب صيدة ما فيكي انتو صيدة تكوني على تباعد بتكوني انتو اياهون على التفاهم في اشي مش كل شي كنا متفقين علي وبعدنا اليوم في اشي مش متفقين علي ولكن الاتصال ضروري شو رأيك بما يقال عن انه في نأمة عم تنمى اكتر بصفوف الطيار الوطن الحر بسبب اختيار الطيار لشخصيات ما كانوا معروفين بنضالهم على الارض مع الشباب مثلا عم ينحقى انه العميد شامل روكوس بكسروان ليحتوا ما راح تضم ولا عونة في اتجاه باكثر من دائرة للتعاون مع شخصيات اكيد عندها حيثية مستقلة ولكن ايضا متمكنة ماديا هالأمر لا يهدد بانه تكبر كرة الثلج وتوصل لمحال ما ممكن الرجوع عنه بصفوف طيار الوطن الحر انا بأكدلك لا لانه لايكي كل ما بدو كون فيه مفصل انتخابي بدو كون فيه نوع من من هذا الايل والآله اللي حضرتك عم تحكي المناضلين اكيد طبعا طبعا المناضلين فيه اندور ولكن لايكي خلينا نكون احنا واعيين فيه ارضية فيه شعب فيه ناس بديك انت تستفتيون بديك تعملي احصاءات حتى تشوفي نبض الناس ورأي الناس شو هو ما ممكن الوزير جبران بسيل لانه بحكم رئيسته للطيار يجي يميز مرشح مرشح الا استنادا الى شو نتيجة الاحصال اللي بيكون عنده ما بيكفي نضال اذا ما في عنده اعداد استاذ زيار ما عنده اعلى احصاء كان بجزين ما عنده الرقم الاعلى ما بدي فود اذا عنده او ما في عنده لانه هالعلاقة اللي توترت بفترة من الفترات هلا يمكن ما كتير بقت متوترة ولكن قيل انه على خلفية حصده كتير نسبة اصوات تفوق مكان متوقع بجزين بالاحصاءات اللي صارت انا بردك بهذا اذا بدك الجواب الجواب موجود عند طيار الوطن الحر انا انا بتدع انه انا كنت الاول لانه هذا الاحصاء اللي صار ولكن هذا انا برأي سنوي لانه بالنهاية فيه احنا اتنان اذا طلع هو الاول او طلعت ان الاول ما اتناناتنا احنا مرشحين يعني ما في انه ما في عنا امكانية انه كان في حدا تاريت ولكن خلاص تبقى انه امل وزياد مين بطلع الاول ما عاد تقصر ممي انا يوم سألت هذا السؤال ورديت لانه في نتيجة موجودة مكتوبة علي الاول في المذهب امال ابو زيد مش انا اللي قلت الطيار اللي قال بعد في احتمال تتأجل الانتخابات اليوم جوني منير بالجمهورية رجع يحكي عن هالموضوع هناك مناخ جد بالكواليس يعمل لتأجيل حصول الانتخابات يحظى برعاية خارجية والامر مرتبط بانه يكون مجلس النواب الجديد ويرد لكن عم بنحكي كتير بهذا الموضوع في نغمة تأجيل الانتخاب عم تطلع بشكل كتير كبير ولكن لما رئيس الجمهورية رئيس الحكومة وزير الداخلية ببقوا على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة هذا اكبر دليل انه لازم يكون الانتخابات بدت تصير المطلب داخلي اللبنانيين بدوا الانتخابات نيبية ما بقى اللبناني نحن كمواطنين نسي اذا واحد نيب او غير نيب العملية الديمقراطية صارت هي من صلب حياتنا اجلناها تسع سنين مكرهين مجبورين يعني كان شي خطأ ولكن هذا الشي اليوم احنا امام استحاق اساسي اذا ما قدرنا عملنا انتخابات يعني المقومات الاساسية للدولة اللبنانية كان انت ايضا بهالقسم اخيرا قبل ما ناخد بريك بالشي ربط كمان بالمعارك الانتخابية تأكيدك بحسب موقع سيدانات ان الارض لا يجوز ان تكون سلعة تجارية وان من يتخلى عن ارضه يتخلى عن هويته تقدمت باقتراح انون معجل مكرر لاعادة العمل بحق الشفعة بما يضع ضوابط العشوائي اتباع وشراء الاراضي دغدغت مشاعر المسيحيين ابدا هذا موقف منه جديد حقيقة هذا موقف منه جديد لماذا تفعل هلأ لانه احقلك لاذا تفعل هلأ لانه عملناها نحن وحركة الارض كان رئيس حركة الارض بزيارة لدولة الرئيس بري عم بيحكي هوية بهذا الموضوع قاله تقدموا باقتراح انا مستعد حطوا على الهيئة العامة حتى يتناقش وشوف اذا بمشي لانه لك منه موجه ضد حدا ومنه موجه حتى يدغد حدا نهائيا بالمطلق يمكن يمكن للبعض افتكرها هاك لانه بالتوقيت طبعا ولكن لما نعمل برقة الزم البلدية كمان عمله زميل الحكمة كان من ضمن هذا الاطار نعمل برقة الزم البلدية اللي توقفيت ونعمل حق الشفعة كمان عن جديد لانه هدول شيئين اساسيين بعده في موجة بيع اراضي بضل في عندك موجة بيع اراضي في عرض وطلب مين المسيحيون يعرضون اراضيهم بالبيع اكيد في اسباب عم بتخليهم استاذ عمل في اسباب اقتصادية ممكن تخليهم مش بس اقتصادية ليش الاخرين ما عندهم نفس الاسباب الاقتصادية بلا بلا ولكن خلينا نحن نكون وقعين بهذا الشي حتى مع اصدقائنا بصيدة حكينا بهذا الموضوع لانه هذا التمدد الجغرافي او الزبدك الجغرافية بين صيدو بين منطق الجزين جزين كانت مصيف للصيدويين نعم ما في اشكال بهذا الموضوع بالمطلق نحن كنا عم نقول على طول نحن ضد تغيير ديموغرافي ينطلق من مجمعات سكانية تطلع تنبنى بهذا المنطق وتغير له معلمة يعني معلمة الانسانية والاجتماعية هذا نحن مطلب وحكيناه مع ام نادر حكيناه حكيناه مع جماعة الإسلامية حكيناه مع دكتر أسما سعد حكيناه مع كل المسؤولين بصيدة لا لانه ارألت له نعكسوا الآية انتو كيف يكون رد الفعلي اللي عندكن تمدوا الطبيعي اهلا وصوهلا بيطلع يعمر فيه لما عنا ايش كالية فيه بس مش تحديد بس مش انه نعمل مجمعات مثلا مثل ما صار بتروحي على بعض ضياء عنا ببداية بأول ضياء بجزين لا بتحس أولاد الضيعة صاروا يمكن ما بشكلوا عشرين بالمية يعني هذا شي اذا بدك سيء على الصعيد الاجتماعي ككل بالخليط بالنسيج المجتمعي بمنطقة الجنوب عندنا نحنا هوني نحنا وعينا لهذه القصة مش ضد حق دستوري عنده يا المواطن بس انا بدي احمي حالي كمان بس سؤال اخير قتيت على ذكر الجماعة الاسلامية معروف انه لها ايضا وجود بالمنطقة عم تحكوا معهم لانه اليوم يبدو انه الجماعة الاسلامية بعد ما اتموضعت بمحل معين انا عندي علاقة مع الجماعة الاسلامية بدأت من فترة طويلة يعني من الوقت ما صار فيه النزوح السوري على منطقة الجنوب يعني صار فيه هاك بعض التواصل نحنا وياهون لانه كان فيه حديث انه بده يكون بعض الناس حين يكونوا موجودين بمنطقة معينة عنا بال وصار فيه حكي فيه تواصل بشكل دائم تقريبا معهم ولكن هذا التواصل لا يعني انه فيه اتفاق ممكن يكون فيه رايحة تالتة ممكن يكون فيه رايحة اربع لويح مش بس تلتة اه لا بس فيه بوادر اه فيه بوادر خلينا ناخد برايك بعد مباشرة القصص التانية النفايات والاقتصاد طمعا لحظات ونعود بالبداية القصم التالت مع موضوع النفايات استاذ عمل كاريكاتور ارماو حمسي بجارية ده النهار تحت عنوان خطط لمعالجة أزمة النفايات تاسم أكياس النفايات عائمة بالسيول والخطط ايضا ماذا وراء هذه الازمة تحديدا هل هو مشكلة تقنية سياسية ام ضياع يعني وراء هذه الازمة بشكل بسيط جدا عدم وجود سياسي واضحة فيما يتعلق بموضوع النفايات ما رد عدم الوضوح شو هو عدم الوضوح فيه ممكن فيه له اسباب بمعين انا نحكي بشكل واضح انه من وقت ما انطرحت مسألة النفايات والتكاتل السكينة فيه ليش كل بلدان العالم المتحضرة متمدني ما عندها هايدي الاشكالية نحنا عندها الاشكالية بتروحي عبلدان عالم رابع وخامس طلعوا من هايدي من هايدي مشكلة نحنا حتى فيما يتعلق بالنفايات نزلناها على الصراعات المذهبية والطائفية في لبنان ورحنا اخذناها على امكان بعيدة عن مصلحة الناس وصحة الناس هذا واقع وبعدين ما تنسي كمان فيه مردودات مادية من وراء موضوع النفايات يعني فكرنا كيف ما ننطلع مصريات على حساب السياحة على حساب الطبيعة وعلى حساب صحة الناس الاساسية من شان هيك نائب سامي الجميل يعني عم بيكون له تحرك بارز بهالموضوع وربما ايضا يتعرض لحملات والقول انه من وراء جبل الزبال عم بيبلش معركته الانتخابية يعني محق نائب سامي الجميل خليني نقولك شارين كمان حتى نكون واضحين كمان حزب الكتائب كان شارك بكتير وزارات بالماضي تقال على خلفية موضوع ولكن الاستقال اللي صارت مش على الخلفية نوافق على الخطة بآخر حكومة يعني هذا موضوع اذا بتتذكر مش تقال على خلفية موضوع النفية لا زميلنا ابراهيم كان عن طلع ووضع هذا الشي مرتين ثلاثة بعد اجتمع التكتل التغيير بإصلاح وهذا الموضوع كانوا كتير واضح وليكن هايدي الخطة بيحد زيتها بلش من من وقت سوكلين حتى بعدين احنا الى وين لما لما الحكومة بتقول انا اعتمدت المحارق وما نعمل اللامركزية في حلول انحطيت بصياغ معينة لا لا المحارق انعملت واللامركزية ما نشغلت على الشكل على الاصول انه ما بيكفي نكتحطي الخطة بديكتروح التطبيق ومين بدي يطبقه ومين بدي يرائب يعني السلسلة مترابطة بده قرار بده سياسي واضحة وبده حزم بين موضوع الموضوع النفايات يبلش بواحد بحاله ببيته بموضوع الفرز هلا بتلاقي بمحلات في فرز نفايات بروحوا بلموا النفايات بخلطوهم مع بعضهم شو عملنا لانه هيدا شي بدي يكون بلان على سعيد الوطن وفي مؤسسات مجتمع مدني وفي شركات متخصصة اجت على لبنان وعرضت حلول وانا بتذكر في شركة استرالية يجي تقدمت حلول وقالت لها للدولة ما تدفعيني ما صاري راحت الى بعض الوزرات وبعض الملف طبعا نايم نتيجي في اليوم هيدا وحدة من الشركات يعني اذا بدنا نلاقي حل قادرين نلاقي حل لانه بك فيه عايب على لبنان وكون في عنده بعد هيدا الازمة عايب حسب علمك هلأ خلاص اخذ القرار بالاتجاه ثوب الحل انا برأي انا بعدنا عم ندور بحلقة مفرقة لا وزير البيئة عرض خطة انا نحن بالتكتل تغير الاصلاح طلع عرض الخطة علينا نعمل فاين تونينج عليها وقال اننا رح روح عند الرئيس الحريري كمان عرض الخطة اذا فيها بعض كمان فاين تونينج حتى نقدر نلاقي حال ننطلق الى مكان اخر المكبات موجودة ولكن منو الحل الامثل بعد ما عمل ما قدرنا عملنا الوضع الاقتصادي هل هو يعني حاكم مصرف لبنان او بالاحرى مصرف لبنان وجمعية المصارف ورئيسة نفو من انه يكون حاكم المصرف المركزي بحسب جريدة المستقبل بيصدد اتخاذ ارار يطلب بموجبه من المصارف اللبنانية توقيف خدمة سحب الدولار الامريكي من الاتم يعني معقول يكون في ارار من هذا القبيل ممكن لكن بنهاية الامر شو بينفع يعني سحب مبالغ هيك صغيرة من الاتم تحتي تتوقع ما في شي بيمنع ولكن انت بدك تشوفي كمان اذا كان في عنا كتير ليرات لبنانية متداولة انه انت بدك تخلي العالم ليش نظامنا الاقتصادي من دولار انت بدك تروح تشتري اليوم من السوق تشتري بالدولار تشتري بعملتك الوطنية هذا بكل بلدان العالم هاك الا باللبنان الا باللبنان يعني اذا كان من ضمن هذا الاطار هذا اطار جيد انا بيقولولك انه يمكن انه بني رفعوا الفادي من هون يعملوا من هون ولكن الدولة باللبنان كمان عم بتكلف اللبناني كتير نحن ليرتنا الوطنية اساسية لازم نشتري ونبيع فيها الارقام المالية شو بتقول وحددتك كمان رازو الاعمال يعني رخلك الوضع الاقتصادي باللبنان اذا قالنا انه وضع ممتاز ممكن عم نكذب على حالنا ولكن موصلنا الى مرحلة اللعودة متل مجلس مصغر اقتصادي ومع الوزراء المختصين طي يواكب وهي دي الخطة لانه باللبنان برأيي انا بهالفترة الحالية طي يقدر يروح الى مكان اخر متقدم زي ما نجيب مصاري من بره من بريز من بريكاتر او نروح على روما وحتى موضوع اللاجئين النسحين السوريين من بريكسل كل هدول يبنى نكون احنا مجهزين حالنا بالانون محضين حالنا اداريا موقفين موضوع الفساد انو صاري عنا فساد بنيوي وقال لا محضر احليك خذها العشر مليار او 16 مليار مثل ما كان عبور رئيس الحريري في مستلزمات في سلسلة متكاملة باتكم من بعضها ووضع الخطة بدي نفذها على سؤال متعددة خطة ومن ضمنها لازم يكون فيه اصلاحات طبعا اولا وقف الفساد وروح الى الاصلاحات انو بشارك باجتماع التكتل وبعرف بكير ملفات عم تجي لعندو الو عشر سنين التيار اكتر بالحكومات اللي انتعار صحيح صحيح ليش ما قادر غير به هالقومة تعرفي لا لانو المصار لحقته بالعكس ترتوشة بقصة متعمات بالفساد هاي دي مردودة انو يلي عندو شي بالنسبة لقالو يقول انو فيه فساد نحنا مغمسين ادعنا فيه يطلع يعطينا بس شي بروف واحد لانو مرة يعني الحكي هين رمي الاتهم اذا بدك سهل جدا مستعي على النتيجة فيه قضاء يطلعوا على القضاء يقولوا انو احنا فيه عندنا هاي دي هاي دا الاسبات بس بدي اقليك يا انا انو الفساد صار بنيوي بشكل بدك مراحل تتقدر تطلع منه ما في شي هيكي بلحظة مش انو طفانا الكهرباء ضبانا الكهرباء بده ارار بده ممارسي وبده اوانين حدا لا تقدر تخفي في الفساد وتحططوه صاري لا تمنعي بالكمية العقوبات الامريكية على حزب الله ومن يتعامل معه ضد تمويل ايران هل يخشى ان تزيد الامور سوءا بالنسبة للقطاع المصرفي لكن ما انو شي جديد انو العقوبات الامريكية على حزب الله منها جديدة بالعكس ان ان تطلع من واتيري من اعلى من فترة لفترة يعني وعم بمارس كتير ضغطات على المصارف اللبنانية ولكن برأيي انا حكمة الحاكم وحكمة كمان المصارف اللبنانية انا في عندي كوائع بلبنان ما فيك تطلع منه كمان انو بني حزب الله شعب لبناني ما انو جاي من المريخين هالدول اللبنانيين انا بالسياسة فيك تقاتليون ادنا بدك اذا امريكا ما وقفة بالسياسة بمراحل معينة هذا موضوع اخر ولكن المصارف اللبنانية حتما بدأ تسعى انو حتى تواكب جميع الاوانين الامريكية الامريكية بالعالم كلها عم بواكبها مش بس بعن عنها ما منشن هيك ربما عم تتعرض لدغوطات لا لانو حملات بتقول جهات مصرفية الهجمات المتتالية ضد القطاع المصرفي مشبوهة ومن يقف ورقها قوة سياسية درجة على اطلاق شائعات يعني عن وضع المصارف عن تأرجح المصارف كمان كمان احنا في عنا شغل كتير مهم صوفرانتات اللبنانية كمان احنا في امور معينة مش مصبوح لأي دولة بالعالم تجي تحط اصبعها بشي خاص فينا نحنا بقلب لبنان مصارف لبنانية سرية المصرفية عندك سرية المصرفية من ناحية عندك شيء عندك شيء استقلالية كمان خاصة في عندك التشريعات لبنانية المصارف عم تشتغل من ضمنها من ضمنها وحتى تاريخ اليوم يعني صار فيه اشكاليات بسيطة جدا ما عادش في عندنا شيء كتير يعني هلأ مصارفنا مضطرة تتعامل بالدولار بدأ تمشي حسب الاوانين الامريكية شئنا ما بينها بموضوع النزوح السوري نعم هل كمان رح يكون من العنوان يلي بدأت تتقدم بالمرحلة المكبلة على خلفية المعارك الانتخابية ام ان هذا الموضوع نزع من الاستثمار السياسي انا برأيي ولا مرة نحط بالاستثمار السياسي ولكن لا نحن كتيار وطن الهان وزير جبران بسيطة ولا مرة حطوا بهذا الاطار بس مواقفوا نابعة مواقفوا نابعة من واقع موجود عنا باللبنان الواقع الانساني كلياتنا منفكر فيه كلياتنا منحترموا بالنهاية السوريين اجوا على لبنان لانه بيعتبروا لبنان دولي شقيقة نحن من واجباتنا انه نحضنون ولكن بنفس الوقت ما حدا بيقدر ينكر انه هذا الوجود السوري في لبنان اللي صار منهم مليون واربعمية مليون وخمسمية بشكل نسبة كتير كبيرة بعد ما فيه اي سياسي حكومية فاعلي حقيقة تتقدر بعض الناس اللي هلأ اجوا على لبنان يقدروا يروحوا على المناطق اللي اجوا منها بشكل طبيعي فيه مناطق امنة بسوريا مناطق ما بقى فيها ايتي ليش ما برجحوا على سوريا مع مين بدو يحكي اذا الامم المتحدة بعد ما بدأت تعيدهم يعني انا ما بنتر حدا فيه عندي صفارة لبنانية وعندي صفارة سورية طب دولتان معترفين ببعضهم ممكن نخلق الية لكن بالزمان ببعض المراحل كل في اللواء عباس ابراهيم انه يكون هو الـ go between بين لبنان وسوريا فيما يتعلق بترحيل بعض الارهابيين من لبنان الية الكنال ممكن تلاقيها هل يترى وجودهم ضاقت اقتصاديا بلبنان واجتماعيا حتما عم نتفع فاتورة بالمليارات كمان حتما مش قادرين احنا نفكر خارج نطاق الانتخابات انه هذا وضع ضاغط لازم نشتغل عليه كل ياتنا سوا هلأ تعلى لا تخلص الانتخابات هذا الوضع يمكن لا ما بعرف اذا تعلى ما حدا بيعرف عنوان اللي تنختم حديثنا عنوان المرحلة المقبلة شو هو هلأ العنوان هلأ الامنينت مثلا بقوله الحالي هو موضوع الانتخابات النيابية اللي بده تصير والموضوع اللي جاي اديهم وراها باريس اربعة واجتماع روما واجتماع بريكسل ثلاث مواضيع اساسية لانه باريس اربعة ما له شيء ارتدادات ايجابية اللي يزم تكون على الاقتصاد الليبناني موضوع روما مش انتقوية الجيش مساعدة الجيش موضوع بريكسل درس موضوع النازحين وكافية التعاون مع المنظمات الدولية والدول اللي الى فعل حتى بلش نخلي اخبارنا السوريين نرجعوا على سوريا هالثلاث مواضيع اساسية وعلى رأسها موضوع الانتخابات موضوع الانتخابات اللي كما يقال قد يحدث الصدمات ما عليك لكن احنا معوادين باللبنان بس الشعب اللبناني مثل طائر الفيني ما عنده هالاشكالية بيعرف كيف يقوم واكتريات يعني شكلها مختلف بالمجلس الولي حتما لا حتما حتما الاكيد انه صار شي جديد بهذا البلد لكن صار فيه رئيس جمهري اسمه العماد ميشيل عون اللي كان البعض يعتبره شيء وممكن حصوله أولا صار فيه اتفاق صار فيه رئيس جمهري جديد واسمه العماد ميشيل عون هذا بحد ذاته قدر خلق حالي سياسي جديد على كل حال بهذا الموضوع ممكن صلنا لختم حديثنا معك استاذ أمال أبو زيد أهلا وسهلا فيك شكرا لك مرة تانية معنا بكلام بيروت أيضا شكرا للمشاهدين وإلى اللقاء اشتركوا في القناة